ممكن تكون السوداء نحن نعيش هالأيام بصراحة ونا تعود على الشفافية في الرداء هنا النفوس مليانة جدا وكلامي الآن للشباب اللي يشوفوني الآن في المجلس حبايبي نواف والله أنه قال زبدة الكلام هذا هو الشهر الذهبي لكم وفروا مشاكلكم لداخل الصدور وخروه على جم اجلسوا جلسة صفاء ترى الاعتذارات جميلة والله العظيم أنها جميلة تدوم المحبة يدوم الإخاء بينكم أنتم هنا بعد ثلاثين يوم رح تتفرقون خلوا بعد ثلاثين يوم بالفعل أنتم بتقابلون أخوان مو بكلام تقولون خلال الأيام اللي راحت واليوم قاعدين نشوف دق بالكلام يعني ترى المشاهد وحنا و جميع الناس اللي حولكم حتى النخل فاهمين إذا دقيت بأحد بكلام أو بقصيدة أو برسالة إلى بطيخة أو ترىها واضحة والله واضحة ووصلت وربما تكون غيبة إذا أنت عندك شيء قوله في وجه خويك لا تجي في القفاء وتتكلم هذه هي الغيبة صدقوني الناس ما رح يحبوكم لأنكم تدقون في بعض والله العظيم أن الناس الآن في تويتر وفي وسائل التواصل والجماهيرين ينقابلهم أنهم مالين من الأجواء المحتقنة خلاص أنا اليوم علي حتى قال لا تجيب المحوال هذا ومع ذلك زعل مني وجبتها أنا لهدف نبغى اليوم صفاء أرجو أن هذه الرسالة تصل للجميع كل واحد يجدد لي بداخله لا أحد يقول أنا الصح لا لا لنعتبر نضع خط نقطة آخر السطر من الغلطان مهم من الغلطان انسوها يا شباب هذا مش حديثنا إذا قعدنا نتكلم من الغلطان ما رح ننتهي أنا أتمنى أن تكون هناك نقطة ونبدأ من أول السطر جميعنا أخوان مثل أول يوم دخلنا البرنامج والجميع يتنافس عادي تنافسهم يا خطر اللوكيشنات واجد مو بلازم تجوزون في لوكيشن واحد وتناقرون ولا واحد في اللوكيشن الثاني يدق خوية اللي يغايب عنه صراحة وهذا الكلام أيضا أختمه أنا للجماهير يليت يا جمهورنا الحبيب الراقي المحترم إذا في أحد من اليوم يبدأ يغرف النفوس أو يطقطق بسلوب خلنا نقول يستغل هذه الزوبع اللي صايرة ويرمي على النار حطب أن نبلكه جميع وأنا أولكم إذا شفنا أحد يحاول يسقط أو يسبب مشكلة أو يزيدها يليت الجميع يحضر والله العظيم أن يتأدبون خلوا الهاشتاغ حقنا نظيف دعم نفسي جمال مقاطع هذا برنامج متع نستمتع يا جماعة هذه زي المباراة ليش قلبناها التعصب الرياضي إحنا بدل ما جينا هذا المنتج نستمتع وأنتم تستمتعون في بيوتكم والشباب يقدمون رسائل ومبادرات وقصيد وسوالف ومحبة وتنافس بس تنافس أخوي تصل إلى الهاشتاغات سب وقذ أنا من شاء الله الشخص اللي يدق بالكلام ما عنده أي جرأة أن يواجه الرجل آخر ما عنده جرأة لذلك يحاول جيبه من رسائلات ليه؟ أنا خايف يعني شخصيته؟ أنا ما أقدر يا أخي أخاف أخسر شوف أنا ما أقولك تكون بالسوء اللي يقدم الشاشة إذا هو أخطأ عليك أفلان تخطأت علي اليوم في قلبك شيء علي والله حلو والله حتى تعلم الناس يا أخي في قلبك شيء علي يعني أذكر سعد القحطاني قبل ثلاثة شهور في برنامج بصمة والله أذكر قلي كلمة كذا أنا والله ضايقتني فرجيت على الشاشة قلت رمي بحلو بحلو بحق كنت بحق أنا بس أقسم بالله العظيم أن أذر مني تحت الشاشة وانتهت النفسية خلاص راح اللي في النفس والله أنا طاب خاطر خاطر كنت بيض الله وجهك وفعلا سمني على العسل وروحنا بعد ثلاثة أيام ويجي طائري الزعل ما الزعل قال ما عدر يا شاب أنا عدر يا عدر الغامضي قلت سعد ما طلبتك ما طلبتك تهدر على الشاشة وأنا صادق والله ما يعني أنت اللي بنفسي تحت الشاشة خلاص أبو البراء أنت الموضوع تقفل ولا تتذكره ولا تجيب طريق بالعكس أنت أخوى على الزغال لكن موضوع الاحتقان وحتى ما أعتذار يبقى في النفوس أدق خوي والله لو المرزام بعض النأس المرزام المرزام فهمت شمعناتها نواف اللابس مرزام في الحلقة يعني سعود وعلي خلاص تدق شباب اللي جاهز سير على الشاشة عيب واضح المشكية والله العظيم من المقاطع تقص وترسل لنا طرق فلان جاهز سب فلان واضح نصر يعني مو بأنا أسوي نفسي ذكي يعني بأحاول الجمهور فاهم الجمهور الليرس يا شوفوا طالع كذا فعلا فعلا هو قاصد فعلا هو قاصد يعني أنا ما بحاول أن أدور أنا جاهز ستابع بث أدري أنه مثلا يغلط على فلان بس أنا حاول مشي ما أبغى حاول أدق فانت اللي ما أبغى حطه مثلا المقطع هذا قصة واجتزع واجيبا بخلي ألقى الجمهور قاصة الجمهور أذكى مني حتى الجمهور أنا ودي والله يتجاوزونها وصل مرحلة في الوعي بس علي حتى الجمهور أنا ودي الجمهور يتجاوزها سعود أنا قطعك سعود الجمهور مفروض نقطة معينة من يستحق البقاء ومن أقف معه فقط لغير ليس من يستحق صناعة الأخطاء الغير ملزمة أو غير لازمة على الشاشة ولو الأخير الجهذة بتجاوز على الشاشة بعق human أنا استحي منها وعلى الله العظving ما استحي أنين أعرض على الشاشة كيف كده كيف تدق فخويك على الشاشة أنا أنا أخوي تابع ورا الشاشة كيف تريد أسكت لك كيف تدق فخوي على الشاشة أنا أنا أبو المتسابق كيف تريد إسفق وليدي على الشاشة وإذنك دقك بطريقة سيئة وانت متسابق معه يعني كيف مشكلة رح تناقش مع الرجال جوا تناقشه على الشاشة بشكل لطيف ايش المشكلة في قلبك شي عليه ازعيزعي تبعه يتعبه 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 ازعيزعي ازعيزعي انا ودي امسك الرجال هذا على جنب وقول له على كثر الأخطاء اللي يخطئها يخطئها شخصية مثلا من مفردات او شيء معين لكن ما يخطع لحد من زمله لكن اقسم بالله انه اول رجل يقف في البرنامج اذا حدث اي مشكلة يا شباب يا شباب عيب يا شباب عيب يجسونه لا وقفوا هالكلام موبهنة يا شباب لا يا شباب يجسونه غلط يرحم وتكفون انا دخيلك اكفون انا عادي بدأ يعطلب بعد مهنف انا لا 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 اتكلم او يتكلم عزيزعي حديث الزعزي والله يا اخوه يا تديد انتين وما يطلب لا 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 تبي تتحدث انت بحركاتك تعيش الريالة الخاطب براحت لكن ما أطلب الرياح تما مكري يا أخي راح تلما يدخل نتكلم عن وضع زيزي لما يطلب أخيه تكفون يا شباب تكفون زيزي يطلب أخيه يا أرجال تكفون الله يرضى عليكم والله العظيم أنك كبر في عيني لأنه فعلا هذا الرجل اللي لما تجي المواقف الصعبة يظهر ويبان معدن المتسابق والشخص الحقيقي أنه هذا الشيء غلط على الشاشة لو حدث مني خطأ على موضوع معين في شيء ظهر لا إيرادية من الثاني أو حركة لا إيرادية لكن أتعمد في الخطأ على زميني طبيعي أني بطلع أقولك لا يا حبيبي لكن السكوت على الشاشة والدق في الكلام لدرت أن حتى زيزي كلم فيه على الشاشة وترى مثال زيزي لما قال قبل سبول ونصف وسبعين فكونا من الدق في الكلام ترى الشباب خذوا الكلام شلوا فكونا حطوا الدق في الكلام زيزي كتب جملة كاملة فكونا من الدق في الكلام يعني هم سمعوا كلام زيزي بس كلمة هم سمعوا كلام زيزي بس بالعكس ممتاز أريد أن يشكاتب فكونا من الدق يا شباب شلوا فكونا ورموها الدق في الشباب ممتاز أنا بس أني بتكلم أن تقول ترى مستمر الدق إلى البارح وإلى اليوم ولو يراجعوا البث بتطلعون يعني المشكلة تكرارها يعني أنا ما أسميهم الجمهور اللي يتابع أنا أسميهم المحبين ما عندي مشكلة أنه المحب أنه يرسل أنا توصني والله عندي معشرات الرسال في الرسال الخاصة في تويتر في سناب شات نواف أصلح بين فلان وفلان نواف أصلح بين خالد ومحمد نواف أصلح نواف أصلح نواف أصلح أسامي كثيرة لكن أنا ما رح أتكلم عن نفسي نواف اللي قاعد يتكلم معاكم أنا أتكلم أنه أهليكم محبينكم اللي قاعد يطلبوننا تكفون نتبهوا يعني أنا ما أطلبكم ولن يقدر أقدم لكم نصيحة اللي يقدم النصيحة هم محبينكم يعني وصلنا لمرحلة أنه المحبين يدخلون على كل مقدم في برنامج كاريزما يترجون ويطلبون نبغى نحل المشكلة بين فلان وفلان لأن الأشكال واضحة والنفوس واضحة على الشاشة أتمنى أنه ما تظهر يعني لماذا ما تظهر حتى أهليكم يعني ما أوديني مثلا والدك أو والدتك أنك تشوفك بهذا الشكل لا أنت ولا زملاء كلي معاك بالعكس يريدون أن يشوفونك مبسوط يريدون أن تقدم شيء جيد يا أخي شيء يسعد يسعد حتى حنا لنا يعني إذا شفنا يوم رياليتي ممتع يا أخي نمبسط والله يا أخي راكان لها ثلاثة أيام قعد يقدم قاسما بالله راكان أعطيك خ Kagام لا أنا أقول لك يا أخي شيء أبسطني يا أخي قعد يقدم يا أخي أعلمك حاجة ما له أدخل م psi أنا أقول لك حاجة أنا أقول لك فيure شئ أنه راكان أختلف بالنسبة لي يا أخي شيء يسعدني لماذا أذكر عليك بالعكس يختلف أّكد تقدم لي شيء محتوى كويس أبسط لي رياليتي ممتاز بالعكس سنقول شكر أبيض الله واجهك مثل ما أنتم قاعدت تقدمون نفوس طيبة يا خاع الشاشة هذا ما نقوله بالعكس رح تختلفون 180 درجة قدامكم شهر يا شباب تكفون يعني أتمنى 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 نقطة نحن بحاجة أن البرنامج يرتفع أنا أتمنى من قبل محبينكم أنا أتمنى منكم أنا نواف أطلبكم يعني أتمنى أن تكون النفوس صافية آخر 30 يوم يكون مختلف بالنسبة لكم جميعا يعني أتمنى الرسالة توصل من قلب محب لكم قبل متابعينكم طيب هذه ليست رسالة سعود ولا علي ولا نواف إنما رسائل الجمهور الكبيرة اللي وصلتنا المنشن عندنا مليان رسائل المطالبات حتىها في الشوارع أرجو يا شباب بالفعل أنكم نحن نحدث الجميع وكلكم عقلا وإخوان خلاص خلوكم أبدو الرياليتي ترى عاد يمسكوا واحد نتفوه يا أخي تقطقوا هذا الجولي نحبه بالله أمسك عبد الرحمن العصيمي في العريش حقه ونتفو فيه البرستيج البرستيج لا يتقطق؟ لا يقبل أن أحد يتقطق عليه؟ البرستيج لا أقبل يا أخي والله هذا ترى هذا الرياليتي الناس تحب الضحر الله يذكر برامج الخير كأننا نحط ناس في الكيس وما يدري وما يدري أنه يتقطق عليه بس قلوبكم نضحك 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 بس طلعنا كنا طلعنا نشتراحة يعني من كثرة ما إحنا مرة مستنسية العيال شدين يجسون لازم يكون قصيدة شعرية والله يا بعض الناس داخل معنا في ريالة يوم واحد حطنا في الكيس الله يشتراعيك أنا أبس كنت أزرق شو صحيح؟ نفس شخصية عبيد أنا أبس الفلق اللي جاي هنا بس هو كان حط أخوذ اللي في الفلافة طيب أنا أتمنى من مهند الفيصل يشرفنا في الكنفش الروم وهو جاني يقول أبغى أتكلم عن العمادة عنده شيء العمادة مهند بيتكلم خلي خلي يجي مهند نسمع منك قبل بس بنروح على بل ما يجي مهند جذاب